السلام عليكم ومعرفة الطلاب اكيدو ايه زيكم شباب احضركم ايه باذن الله النهاردة هنتعرف مع بعض على Research procedure يعني ايه research procedure كنا خدنا نبزع منها شابتر 1 لكن بالتفصيل هنتناوله ان شاء الله باذن الله في المحاضرات هنتعرف مع بعض على 8 خطوات تانية ازاي اعمل research اول حاجة بختار المشكلة اللي انا هشتغل عليها selecting of problem review of existing research and theory احنا اتفعنا مع بعض ان research بيبقى cumulative محدش بيعيد اختراع العجلة تاني فبالتالي ان لازم نراجع ال research الموجود والنظريات الموجودة الخاصة او المتعلقة بال research اللي احنا هنعمله تالت خطوة statement of hypothesis or research question يعني ايه؟ يعني هنبدأ نحط الفرضيات بتاعتنا والسؤال اللي احنا هنبدأ نجاوب عليه في research بتاعنا رابح خطوة determination of appropriate methodology and research design يعني ايه؟ يعني هن حدد حدد الطريقة او الطرق اللي احنا هنشتغل بيها وهنبدأ نجمع بيها بياناتنا وهنبدأ منعمل بيها system او research اللي احنا هنشتغل عليه ونبدأ نحل المشكلة ازاي لازم نرسم لها طريق نمشي فيه ده اسمه methodology and research design خامس خطوة data collection سادس خطوة الديتا اللي انا جمعتها دي هبدأ احللها واترجمها لاشياء ممكن استفيد منها واطلع منها results تمام؟ سابع خطوة هبدأ النتائج بتاعتي او results بتاعتي هبدأ اقدمها في صورة تناسب ال research اللي انا بعمله لان احنا خدنا ان احنا عندنا two sites او two communities of research سواء academic او private ثمان خطوة replication replication بمعنى ان انا بعيد جزء او معظم او كل الخطوات بتاعتي ال research تاني علشان اعمل حاجه اسمها external validation جميل طيب اول خطوة selecting a research topic طيب احنا خدنا ان في two sectors of research زي ما احنا قلنا في private sector of research وفي academic sector of research في كلتا الحالتين اختيار topic بيختلف من هنا لهنا طيب انا لو متعينة كresearcher في private sector of research او اي شركة خاصة بمعنى اضط تمام في الحالة دي انا هيبقى عندي flexibility ان انا اختار topic or question اللي انا هبدأ اجاب عليه او هعمل فيه research لا هيجيلي من decision makers بتاع الشركة بتاع يارسيرش او يارسيرش تيم اللي موجود عندنا ابدأوا طورولي الالغورثم اللي بيحللي المشكلة دي تمام تمام او اعملولي new algorithm علشان مثلا ادتكت مثلا psychological phase بتاع social media customers او 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 هم اللي هيدوني ال research بتاعي اللي انا هبدأ افتغل عليه يبقى انا ما عنديش flexibility طيب في حالة اللي انا academic researcher يعني انا بحضر master or phd في اي جامعة سواء خاصة سواء حكومية في اي مكان في الحالة دي ببقى عندي نسبة من flexibility ببدأ اتفق انا وال supervisor بتاعي على ال research topic وبنبدأ نوصل لنقطة مشتركة هبدأ اشتغل فيها research بتاعي جميل يبقى احنا عرفنا ان في private sector of research ما عنديش flexibility لكن في academic او انا ك researcher حر مستقل فيما بعد ال PhD او فيما بعد الدكتوراه انا اللي هي مطلق الحرية في شغل ال research الخاص به ازاي ابدأ اختار العنوان بتاعي او ادور فين علشان اختار عنوان يناسب research محترم ابدأ اطلعه اختار عندي مصادر كتير جدا هو طبعا ال web دلوقتي ما عادش سايب مجال ان احنا ندور في الحاجات دي هو كل حاجة بقت اونلاين دلوقتي بس كان قبل كده اي سارشار كان عايز يدور على عنوان للبحث بتاعه او يتاكد ان العنوان ده محدش خده قبل كده كان بيعود يدور ممكن في المجازينز او عشان يبتكر مشكلة يبدأ يحلها هو كان ممكن يدور في المجازينز او في ال periodicals او جورنالز ماشي يعني اين جورنال او ايه الفرق بين المجازين والجورنال الاكاديميك جورنال ده اللي بيتنشر الابحاث العلمية فقط لغير تمام لكن المجازينز اللي هي المجالات اليومية اللي احنا او الاسبوعية او الشهرية او اي حاجة اللي احنا بنقراها او بنلاقيها عند بتوع الجوايب هل ممكن نلاقي فيها مشكلة ابدأ احلها اه اه فيه مثلا تزاحم في المواصلات في المكان الفلاني بشكل مستمر وده بيسبب مثلا كوارث سواء كوارث بيقية او كوارث اي ان كان كوارث بشرية بسبب التزاحم ده وتكراره يوميا فابدأ او ده انا قريد الخبر هوا في مجازين عارية جدا او في جورنال في الا مش جورنال الجورنال عندنا في الاكاديميك مش معنى جورنال بالمناسبة اه بمعنين اللي هي اه مجلة علمية زي ما احنا قلنا لكن اه اللي انا اصد عليه لو انا قريده فعلا في جورنال او اه او في مجلة عادية ابدأ افكر انا عايز احل المشكلة دي او اسهل على الحكومة حل المشكلة دي ابدأ اطور سيستم مثلا يعمل بردكشن انها يحصل تزايحهم في خلال كذا لو فضل حركة السير بمعدل مثلا كذا سيارة في الساعة وهكذا لحد مبدأ اكون رسيرش طابك بتاعي او رسيرش اللي انا هشتغل عليه جميل يعني انا ممكن ابتكر رسيرش طابك من الماجازين او من الاكاديميك جورنالز او بريوديكالز من الرسيرش سامرز يعني ايه رسيرش سامرز رسيرش سامرز دي بتلاقي في كل جامعة على مستوى العالم في حاجة اسمها زي المكتبة المركزية عندنا هنا في جامعة المنصورة بتبقى فيها كل الرسيرش اللي حصل في جامعة المنصورة من بدايتها لحد دلوقتي تمام؟ كل الرسيرش كل ملخصات الابحاث الرسيرش سامرز والرسيرش نفسها كمان الموجودة في جوة الجامعة دي كلها ممكن اتوجه ليها واشوف الرسيرش سامرز الموجودة ليها وابدأ اعمل برينستور مع السيبرفايزر او مع نفسي وابدأ احل او اعمل طبك او اطلع طبك ابدأ اشتغل عليه زي السيطوريشن اللي احنا قلنا عليه مثلا تزيحه في منطقة معينة فانا هعمل بردكشن سيستم يعمل حل او ينبئ المسئولين ان هو يوقفه حركة المرور ويجير حركة المرور لنحية او لطريق تاني بديل وهكذا او مثلا يعملوا اماكن مثلا عشان احدد المكان الصح اللي يتعامل فيه كباري او انفاء او 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 تمام وهكذا يبقى everyday situation ممكن تولد لنا رسيرش طبك نبدأ نشتغل عليه علشان نحل مشكلة معينة ممكن كمان source of topics for research الarchiving data او secondary analysis يعني ايه secondary analysis ده بيبقى مجموعة من البيانات او data set اساسا اردي عملها researchers اخرين تمام وانتهوا من بحثهم بالفعل واتنشرت ال data set دي بشكل او باخر ابدأ اخذها واشتغل عليها او احللها وطلع منها رسيرش طبك جديد برسيرش question جديد ابدأ اجاوب عليه او استخدم ال data set بتاعتهم في رسيرش طبك خاص بي انا زي ما احنا بنشوف مثلا في الكمبيوتر ايد الديجنوسيز للامراض المختلفة في رسيرش او اردي عملوا مثلا data set للبريم كانسر للبريس كانسر للانواع الكانسر المختلفة بيبدأ الوقت الباحثين بيبدأوا يدوروا على ال data set دي ويبدأوا يحللوا حاجات معينة فيها ويطلعوا رسيرش جديد تماما عن الرسيرش اللي كان الرسيرش الاصليين عاملينه على المقطة دي او data set مثلا textual مثلا بطريقة ما ابدأ برضو احللها وطلع منها بيانات تناسب او اطلع منها طبك جديد حالص مش بيانات بقا لسه مش مع حالة البيانات دلوقتي يعني مع حالة الطبك اطلع منها طبك جديد حالص ابدأ اجاوب عليه او ده كان عندهم قصور في كذا هبدأ احل المشكلة دي بوجهة نظر تانية وهكذا من sources of research طبق انا دلوقتي عايزة اشوف العنوان اللي انا اخترته انا اخترته اي عنوان ماشي هبدأ اشوف العنوان اللي انا اخترته هل هو visible هل هو ممكن اشتغل عليه فعلا ولا لا او مش اي طبك ممكن ينفع له زيج جميل ده اللي احنا هنشوفه مع بعض في الكام سلايد الجايين ان شاء الله طيب اول حاجة اسألها لنفسي علشان احدد انفيزابلتي بتاعت العنوان من عدمه از بتعبك توجود يعني هل العنوان ده واسح قوي ولا محدد على نطاق معين وهيستخدم باستخدام تكنيك معين وانعرف انا اخر فين وجاية منين طبك لوه و مثلا اول قلت مثلا 0 ماشي Instead of security methon هل المشكلة فعلا قابلة ان هي يتقي يعني ان احنا حد ان هو يعمل ويسترش فيها والله صعب صعب ادبيا صعب اخلاقيا صعب ان انا طبقها فعلا صعب اسناء الديتا كولكشن نفسها دي كلها نقاط لازم اسألها النفسي قبل ما اخطار ويسترش طبق معين هل البيانات بتاعتي قابلة للتحليل فعلا هل ممكن تعممها على حالات مشابهة يعني ايه؟ يعني ممكن رسيرش كوشن ممكن يبقى فيزابل جدا ممكن يبقى كان بيينفزديجيتد بس ممكن علشان اعمله اناليسيس ممكن ياخد وقت طويل جدا فوق مقدرتي وفوق استطاعتي وفوق التكلفة اللي انا اقدر اتحملها فبالتالي لازم اوقف السيرش ده تمام او ما كملش فيه هل الميتودولوجي اللي انا ممكن احطها هل هي فعلا مناسبة للبروجكت؟ كل الكلام ده قبل ما ادخل في الطابق او في السيرش بتاعي او ازاي؟ الاول قبل ليه ازاي عن طريق ان انا كل مرحلة لازم ابص على التريتشار فيو او الناس اللي اشتغلوا قبل كده عملوا ايه واشتغلوا ازاي وهل وصلوا النتائج ولا لا ولا طريقهم كان مزدود في الاخر تمام استفيد من اخطاء الاخرين طيب ليه ليه علشان ما ضيعش لا الوقت ولا فلوس فلوس اه فلوس انت مش بتصق الريسيرش مش ببلاش حتى لو اكاديمك مش ببلاش انت بترط من جيمة كتير جدا علشان توصل لحاجة محترمة او لريسيرش محترمة طبعا بره فيه ريسيرش بووجكس وبيتم دعمها من الجامعات وبيبقى ريسيرش تيم اساسا بيشتغلوا على نقطة معينة وليهم سالرز والجامعة نفسها اللي بيتموّل ريسيرش بووجكس لكن احنا هنتكلم عن دولة العالم التالت بيبقى فيه مشكلة في النقطة دي ان هو ما بيتمش تدعيم الريسيرش بروجيكت بشكل او باخر فاللي بيبقى الاكاديميك ريسيرش هما اللي بيصرفوا على ريسيرش مش العكس كوششن سيفن انا مثلا اخترعت دوة بس انا ما عنديش حتى نسبة تأكد 50% ان الدوة ده ملقوش اثار جانبية فحد اجربه على ناس من غير ما اقولهم لا طبعا ده ماينفعش في الاثكس ان شاء الله اللي احنا هناخدها في شابتر سيكس هنعرف ان فيه حاجات ماينفعش اساسا نعملها ولا نفكر فيها في الريسيرش بتاعنا فلو حصل ضرر حتى لو نفسي نفسي مش جثماني ولا صحي ولا عقلي نفسي فقط كان هيحصل ضرر للسوبجيكس اللي هيتم عليهم الريسيرش لازم اتوقف فورا عن الريسيرش ده او ما كملش في الطابق ده تاني خطوة في الريسيرش بوسيجر ريبيورينج دلتويتشا يعني ايه ريبيورينج دلتويتشا يعني انا مبعدش اختراع العجلة زي ما قلت قبل كده لازم ابدأ اعمل سيرش كويس جدا لريسيرش المعمولة في النقطة او في الطابق اللي انا اخترته نيفر بينج ارسيرش بروجيكس ويداوت فيرست كونسولتنج افلابو لتويتشا ريسيرشار شود اسك اذا فولوينج بوششنز طيب حضرتك جمعت مجموعة من الابحاث في ريسيرش طابق معين اللي جمعتها ازاي جمعتها عن طريق من حضرتك عملت سيرش وسواء على الجورنالز المعروفة زي الساينس دايركت وهنزل لحضرتكو مجموعة من الساينس اللي ممكن تدوروا فيها على التويتشا ريوو لأي سيرش حضرتك تبقى محتاج ان انت تعمل فيه هنزل مجموعة ان شاء الله على البيتج بتاعتنا بس لازم تعرف انت بعد ما هتجمع الابحاث دي هتعمل فيها ايه تمام؟ هتبدأ تقرأ الابس وقت بتاع كل بحث وهتشوفه related للطابق in detail ولا لا انت مش هتقرأ البحث كله على بعضه لا هتقرأ الابس وقت والconclusion لكل بحث الاول وهتبدأ تشوفه لو related حطه في folder اللي واحده وابدأ طلع منه التالي ايه هو؟ الريسيرش دا كان بيشتغل على مشكلة ايه؟ انت هتكون انت برجاف على كل بيبر انت قرأتها بتكون من اللي انا بقوله دا تمام؟ الريسيرش دا او البيبر دي البيبر دي اللي هي الورقة العلمية علشان احنا ما امونيشه مصالح دا قبل كده الورقة العلمية اللي بيتم نشوها بعد نهاية البحث ما بيخلص او الريسيرش ما بيخلص ايه ببدأ انشو ورقة علمية فيها النتائج او فيها المثالوجي اللي انا اشتغلت بيها مع النتائج مع الديزاين بتاع الريسيرش بتاعي واقع المية متكملة فيها الريسيرش اللي انا قمت بيه تمام؟ ودي اللي انا بقول عليها ان احنا هنبدأ نجمعها وتبقى هي دي الريتشار فيو بتاعتنا طيب الريتشار فيو بتاعتنا دي هنبدأ نقرأ كل بيبر احنا عندنا دلوقتي وليكن نزلنا مثلا ستين او مئة بحث خاصين بالطابق دا مش انا اللي مختاري على العجلة زي ما احنا قلنا ففيه ريسيرش ارز قبل كده اشتغلوا في الطابق دا هبدأ اقرأ مقراش البحث كله عشان ما اشتغلتش نفسي هابدأ اقرأ الابستواكت والكونكلوجين من كل بحث لو لقيتو ريليتد معايا قريب مني هدخله في فولدر اسمه مثلا ريليتد وارك وابدأ اشتغل على المجموعة الابحاث اللي انا جمعتها جوه الفولدر دا كل بحث اقرأ تاني بالتفصيل وابدأ اكون منه مجموعة او بارغراف بارغراف مع بارغراف اعملها كقصة متكملة بسميها تحت عنوان لتويتشار ريفيو طيب كل بارغراف الخاص بكل بحث ببدأ اعمل في ايه انا بس بربط الخيوط تاني ببعضها كل بارغراف خاص بكل بحث ببدأ اطلع منه التالي اول حاجة البحثين مين اللي عمل البحث دا علشان انا هرفير لي في الرفارس بتاعتي في الاخر تمام وانا تبقى سرقة علمية ان انا بقول ان ناس عملوا من غير ما اذكرهم دي نوع من انواع السرقات العلمية فلازم اشير ليهم واشير للمجموعة البحثية بتاعتهم او للاثر دا وابدأ اقول الاثر دا سنة كزا في البحث الفلاني اللي انا هرفير ليه تحت في الرفارس عمل حل مشكلة كزا باستخدام تكنيك كزا يبقى المشكلة وبعدين المثودولوجي وبعدين الريزالس اللي هما وصلوا لها بقدر الامكان وابدأ اضيف عليها بحيث انها تبقى نراتب يعني سلسلة متسلسلة كحكاية تمام كحكاية كسيناريو كده فلاني فلاني حل مشكلة كزا باستخدام كزا بس كان عندهم لو هما ذكرين جاب هما ما قدروش وصلوا لها اذكرها برضو من ضم الريزالس بتاعتهم وابدأ اكونها مع براغراف لبيبر تانية وهكذا وهكذا لحد ما اعمل براغراف كبير اسمه البراغراف الكبير ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ستة حاجات هتأكد ان هو بيشمل ستة حاجات الستة حاجات دي اللي هي ايه؟ ايه الموحي الابحاث اللي في المجال ده؟ كيف حدث في المجال الاقراء الماضي من البراغراف الكبير؟ ايه؟ وصلون لها؟ ايه؟ سجد جزء في كل بابر اسمه الفيترارك هم الاجزاء بتاعت الفيترارك الستة الحاجات الاخرين دور ما بيبقوش لسه غطوها وببدأ انا اشتغل عليها عشان ارطيها او اي رسير شرطاني مش لازم انا يعني او للجابس اللي عندهم هما كونوش لسه هما دي مش جاب يعني هو الفيوتشير بتاعهم او الفرد استادي بتاعتهم انه هما بيسجست ان احنا نشتغل في كذا وكذا ايه اللي بين السطور اللي انا حاسس انه هو ممكن يبقى جاب انا اشتغل عليها وابدأ احط رسير شكوشن بتاعي عليها اندبث بقى وابدأ احط الهايبوثيتز او الافتراضيات بتاعتي عليها تمام ايه اللي ممكن يضيف للمجال ايه what research methods were used in the previous studies what research methods were used in methodologies او ايه المطرق اللي تم ايه اللي تعريف بيها قبل كده في previous studies ثالث خطوة معانا في ال research procedure stating a hypothesis or research question يعني ايه stating a hypothesis or research question يعني انا ببدأ احط افتراضيات للبحث بتاعي وابدأ احط سؤال ابدأ اجارب عليه اسماء البحث بتاعي answers to previous questions will usually help define a specific hypothesis or research question طيب a hypothesis الhypothesis هو ايه a hypothesis is a formal statement regarding the relationship between variables and it is tested directly يعني انا دلوقتي عندي بعرف ال variables المتغيرات بتاعتي ايه المتغير ايه الاساسي وايه المتغير التابع ليه ويه ايه لو اتأثر ايه المتغير الاساسي المتغير التابع هيتأثر ازاي ايه دي الافتراضيات اللي انا ببدأ احطها وببدأ اثبت صحتها من عدم صحتها بالمناسبة لو الhypothesis تم اثبات عكسها فبالتالي ده برضو نجاح لresearch تمام ايه فببدأ احط الhypothesis وببدأ اختبر صحتها طيب example of research question لو عندي research question زي what effect does social media have on people's mind research question تاني what effect does daily use of the second of twitter have on the attention span of under 16 طميم فتو يساوشي questions دلوقتي بينهم جاب كبيره اول يساوشي question ان هو مش كفاية او مش محدد كفاية وبالتالي انا مقدرش اجاوب عليه طيب يعني ايه مش محدد كفاية يعني what type of social media مسلا متحددتش في research question which people or what kind of effects ممكن تحصل على ال people دول برضو متحددتش في research question تمام ونبدأ نفرق بين research question وي research topic الاثنين مختلفين عن بعض طيب what effect does daily use of twitter have on the attention span of under 16 دي research question مضبوط ليه لان في السؤال ده عرفنا ال concepts وعرفنا ان احنا هنشتغل qualitative and quantitative data methods وعرفنا ايه هما السامبل اللي احنا هنشتغل عليهم اللي هو العينة اللي احنا نشتغل عليها اللي هي ال people under 16 وعرفنا السوشال ميديا اه طيب برضو برضو داخل research question طيب يبقى احنا عرفنا ازاي بنعمل research question ويعني ايه اه تماما لحد دلوقتي سريعا هنراجع ال research procedure اللي احنا غطناها في المحاضر دي اول حاجة عرفنا ازاي select i,search topic ثاني حاجه عرفنا ازاي نوت نقطب literature sveewوا بسرعة ونراجع عليها تاني في المحاضره الجاية in more details واخدنا اا 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 او ام ام channels حى عرفنا يعني ايه Estreater view وازاي نبدأ الكتابه فيها و ازاي نكون البراجراف الخاص بيها و هناخد اجزامبل ان شاء الله بشكل بارتكال في اول المحاضر الجاية خاص باللتراتير فيو عرفنا ازاي نحط الهيباتيس بتاعت الرسيرش بتاعتنا و نحط الرسيرش و نبدأ نجاوبه بعد كده و ازاي نشوف الرسيرش نختبر اذا كان فيزابل ان شاء الله ازن الله المحاضر الجاية هنبدأ نكمل على الرسيرشي و نجو اندبث في الكلكتينج ديتا او الجزء الخاص في الديتا ان شاء الله سلام عليكم و عبتم و عبكاتو